وَلَا تُنْكِرًا جَهْلًا نَكِيرًا وَمُنْكَرًا وَلَا الْحَوْضَ وَالْمِيزَانَ إِنَّكَ تُنْصَحُّ إنك تُنصح أن تُنكِر هذه الأشياء يعني أنا أنصحك والدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولي أئمة المسلمين وعامة فالناظم يقول أنا أنصحك أن لا تُنكِر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن والسنة كما أنكرته المعتزلة وأهل الضلال الذين يعتمدون على عقولهم وأفكارهم فأنت احذر من طريقتهم اتبع النصوص فآمن بما جاءت به النصوص الصحيحة وهذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى